حادث سقوط الطائرة الروسية الذي راح ضحيته 224 شخصاً قاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأن يتعهد ويتوعد بتكثيف الضربات الجوية في سوريا عقب تأكيد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن الطائرة سقطت بفعل قنبلة وقال بوتين خلال اجتماع أمني مع كبار المسؤولين في حكومته ومنهم وزير الخارجية سيرجي لابروف أن بلاده ستعثر على الجنات وتعاقبهم هم ومن يتستر عليهم إن عملنا القتالية الجوية في سوريا لا يجب أن يستمر فحسب وإنما يتم تكثيفه كذلك ليدرك المجرمون أن الانتقام وشيك ولا مناصمنا وأدعو وزارة الدفاع والأركان العامة لتقدم المقترحات ذات الصلة وسأدقق في سير العمل كما أطلب من وزارة الخارجية أن تستعين بكل شركائنا فنحن نعول كثيرا على أصدقائنا في هذه المهمة بما فيها البحث عن الجنات ومعاقبته خمسون مليون دولار مكافأة رصدها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمن يدل بمعلومات تقود إلى كشف المتورطين بحادث الطائرة التي سقطت فوق شبه جزيرة سيناء المصرية الشهر الماضي ما تسبب بمقتل طاقمها وجميع ركابها وغالبيتهم من الروس المكافأة جاءت في عقاب إعلان الجهاز بأن سقوط الطائرة كان من جراء وضع قنبلة في داخلها إذ كشفت التحقيقات عن وجود آثار لمواد متفجرة على بعض أمتعة المسافرين وأجزاء من حطامها بعد فحص الأغراض الخاصة والأمتعة وأجزاء من الطائرة فإن الخبراء عثروا على آثار لمواد متفجرة ووفق لتقارير خبرائنا فإن قنبلة محلية الصنع بزنة كيلوغرام من واحد وضعت داخل الطائرة ما أدى انفجارها إلى تحطمها وتناثر حطامها على مساحة واسعة وأستطيع أن أجزم بأن العمل كان إرهابيا وفي سياق تطورات المشهد السياسي والأمني في روسيا فقد ذكر مرسوم رئاسي على موقع الكريمنن الإلكتروني أن الرئيس بوتين قرر إقالة الجنرال أركادي باخين من منصبه كنائب أول لوزير الدفاع وتسريحه من الخدمة العسكرية ولم يذكر المرسوم أسباب الإقالة ودوافعها لكن الأمر يدفع باتجاه التساؤل إذا ما كان لحادث الطائرة وتداعياته أن يوصل محمد القباني بي بي سي